السلام عليكم. ابطالي الحلوين عاملين ايه? وحشتوني خادص. انا باسمارين. تكرين في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه? اتكلمنا على الادوات اصحاب المهنة. النهاردة بقى هنحل تمارين كتير جدا عنا. يلا بسرعة كورستك وقلمك في ايديك زي ما احنا متعودين وانتعال عشان تحل معايا. السؤال الاول بيقول اختر الاداة المناسبة لصاحب المهنة ثم اكتب مهنة. زي نشوف كده الاداة ونكتب المهنة بتاعتي. ده مثال. عشان نحل زي. ده الطيور. ودي من ضمن المهن السياحية. وادواته ايه? يطر الخريطة ولا الفأس ولا الجرار. دي بقى انا هحلها. اكيد اكيد هيحتاجي الخريطة. طيب مهنته هتكون ايه? قيادة الطائرة. يعني دوره ان هو يقود الطائرة. تسوقها يعني. طيب نشوف المهنة اللي بعد كده. دي مين? من ادوات اللي هتحتاجها? يلا بقى ان تقولوا. يلا انا بسمعهو. برافو يا محمد اكيد هتحتاجي المغرفة. تبقى مهنتها ايه هي? بتعمل ايه في المهنة بتاعتها الطباخة دي? اكيد اكيد بتعمل ايه بتوع? تعود? يعني ايه تعود? او تجهز يعني? الطعوم اللذيذ. برافو عليكم. سطار جدا. يلا نشوف المثال اللي بعده. ده اسمه ايه? يلا اقولوا. برافو يا نور. ده الفلاح. طيب ايه الادوات اللي هيحتاجها? شطور يا محمد اكيد الفأس. طب ومهنته دوره ايه? الفلاح يقوم بايه? يذرع الارض? رابو عليكم كلكم. شطور جدا. مع انا بقى في مهن العلوم التكنولوجيا. مين ده? اسمه ايه? برافو يا نور. مبرمج الكمبيوتر. طيب ايه ادواته? اكيد اكيد هيحتاج الكمبيوتر. شطورة يا ملع. طب مهنته بقى. مهنته تصميم البرامج. تدوره. عارفين ايه هي البرامج ياولاد? اللي انتو بتبسكوها كده تلعبوا بيها في الفاون. فوق البرامج الالعاب. اللي هي بتقولوا عليها الابريكيشن كده اللي بتتقاموا وجودة فين? عالموبايل وتلعبوا بيها. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. لكننا لسه مكملين مع بعض في حلقات كتير مفيدة جدا. اوه وتفوتوها. وعشان تشوفوا كل حلقاتنا ما تنسوش تعملوا لايب وشير وسبسكرايب للقناة اللي سكولة على اليوتيوب. هشوفكم على خير. باي.